السلاح المنفلت في العراق أصبح ظاهرة منذ عام 2003 وحتى الآن موقعا أعدادا كبيرة من الضحايا والمصابين من المدنيين وما حدث في محافظة النجف من مقتل خمسة أشخاص وإصابة سبعة آخرين قبل بضعة أيام إلا دليل على حجم الفوضى الأمليات وانفلات السلاح حادثة اللي صابوا حسب علمنا من سجلاتنا هم عشرة التمنقاذ هم خمسة واحد منهم حالة خطرة بالوقت الحالي وتوفوا خمسة الأربع منهم توفوا بمستشفى الفرات الجريمة اللي صارت بمحافظة النجف اللي أدت بوفاة ست أشخاص يعني احنا البارحة موجودين هي الجريمة بالكوفة طاقات نارية البي كي سي على مود حوض أسماك أو وزنة سمت حسب المشاع يعني هاي مشكلة لكون السلاح أصبح منفلت مو فقط بيد الأحزاب والميليشيات طلع عن هذا الطور السلاح المنفلت بيد الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة فضلا عن النزاعات العشائرية ولد حالة من الغضب الشعبي تجاه الحكومات المتعاقبة بسبب انهيار الأوضاع الأمنية وعدم قدرته على بسط الأمن اليوم القتل يصير بدم رخيص اليوم الدم صار في شيء ما لا معنى ممكن أنه يقتل من أجل حمامة يقتل من أجل سبب هو أصلا مو جيد أنه تكون علي قتل حالات قتل وغيرها احنا اليوم كمجتمع عراقي نعاني من مشكلة الرمي العشوائي يعني احنا ناشد أهل العشائر ناشد كل المجتمع العراقي أنه يا أخي لا بأفراح ولا أي مناسبة أنه تجي طل أسلاحك وترمي برودة قلب اليوم أنت ترمي فرحك بس أكو غيرك دا يحزن ودا يبتي يوميا السلاح المنفلت شكل طيلة السنوات الماضية معضلة كبيرة وتحديات فشلت كل الحكومات المتعاقبة في حلها فكيف بالحكومة الحالية التي يمثل رئيسها مرشحا لأحزاب وميليشيات للإطار التنسيقي التي تمتلك الغالبية العظمى من السلاح المنفلت الخارج عن سيطرة الدولة سيطرة الدولة